مصدر داخل النادي الاهلي قالنا ان الساعات اللي فاتت شهدت جلسة بين حسين الشحات وبعض افراد الجهاز المعاون لكرة اللاعب كان خارج الحسابات الفترة الماضية لكن الجهاز المعاون قال له انه ده مش صحيح انك هتفضل خارج الحسابات وانك هتبقى موجود في الفريق الفترة اللي جاية وقالوله ان شدي حسين كان حس فترة من الفترات بنفس الشعور بتاعك وحس انه خارج الحسابات وفجأة لقى نفسه اساسي في مباراة اتحاد المنستري الاخيرة وقالوله انت اجتهد الفترة اللي جاية اثبت للراجل احقيتك باللعب وهتلاقي مكانك ده كان نصيحة الجهاز المعاون للنادي الاهلي لهسين الشحات بصراحة شديدة حسين الشحات بصراحة الفترة اللي فاتت دي كلها مع الاهلي هو اللي مكسر اكتر من الاهلي او الاجهزة الفنية اثروه معاه ليه اثر انه لعب بكواليتي حسين الشحات كان المفروض يدي اكتر من كده بكتير جدا للنادي الاهلي لاسباب او لاخرى معرفهاش وهو لعب ملتزم يعني عشان بس ما تاخدش بس الحتة اللي هي بتاعت انه اثر في حق نفسه هو لعب مش ملتزم هو لعب ملتزم جدا بس فنيا في الملعب كان فيه تقصير ما محتاج يعمل مجود اكبر عشان ياخد مكانة اساسية فيه تشكيلة النادي الاهلي وحسين لاعب ممتاز بصراحة ممتاز بس الاهلي لسه ما استفادش من الامتياز ده خالص